أهلاً وسهلاً بحضراتكم يعني بقلب كده شوية أحياناً في المواقع بحب أعرف برضو إيه الدنيا بتبقى عاملة إزاي فلاقيت تقرير لطيف كده تقرير بيتكلم عن مبيعات الكتب في العالم إيه أكتر مبيعات للكتب في العالم بقالها سنتين طبعاً إحنا من كورونا للأزمات للركود الاقتصادي الموجود في العالم فبيعملوا كده حصاد بيشوفوا يا ترى الناس بتشتري إيه وبتقرأ إيه فلاقوا إن الناس بتشتري الكتب المساعدة يعني إيه المساعدة؟ اسمها كتب يعني السلف هلب اللي بتساعدك تساعدك في الحياة زي بقى يقعد يقولك أنت مفروض تتصرف إزاي علاقتك بالناس علاقتك بالأشياء علاقتك بالطاقة تعمل إيه هي مش حكايات ولكنها أمثلة كلنا عايشين فيها فبتحس إن الكتاب ده صديق يعني يفضل موجود جنبك ترجع له كل شوية وتاخد منه ملاحظات كتير ويشحنك بالطاقة ويفكرك بحاجات كتير جدا ممكن تعملها يفكرك مثلا بأنه النجاح أو إنك تعدي المصاعب لازم توصل بس لازم تكون قد المصاعب ويخليك كمان يقولك لو أنت عايز تحقق مجموعة من الأحلام لازم تكتبها على ورقة كل يوم وتكتب الورقة بتاعتك دي بس مش تكتب الورقة وتنامعك كنبة لا تكتب الورقة ويبقى بتحاول تحققها بنشاطك بعلمك بمذاكرتك يكتب لك كمان إنه الأزمات ما بتعديش إلا لو أنت كمان بتشتغل على نفسك فلاقوا إنه الناس في العالم بتبحث في الكتب دي لأن هي الصديق هي المساعد وهي اللي ممكن تشحنه وتخليه أحسن فسألوا كمان خبراء يعني في علم الاجتماع وقالوا لهم يا ترى الكتب دي فعلا بتساعد الناس فقالوا آه فعلا بتساعد الناس لأنه أنت البعد ما بتقرأ الكتاب بتشحن نفسك بطاقة إيجابية فلما يبقى عندك طاقة إيجابية تتحمل بقى أي شيء تتحمل أزمات تتحمل حاجات يعني فيها شحن للإرادة بتاعتك فبالتالي لازم هي تحقق أعلى مبيعات ده بيخلينا كلنا نقول طيب إحنا يعني ممكن نقرأ طبعا في الحاجات دي طول الوقت لكن الأهم إنه شحن الإرادة بتاعتنا بإنك تقول إنها هتعدي وإنه حياتنا كلها كل يوم مش إحنا بس إحنا والعالم كله بنتشارك حياة ممكن تكون مش سهلة في كل حاجة يعني بنتعلم عندنا مشاكل عندنا حياة عايزين نعيشها أفضل فإزاي تتغلب على ده بإنك تقوي إرادتك قد ما تقدر هو ده الحال علشان تقدر تستقبل الحياة كل يوم بشكلها وتكون إنت قدها لأن إنت لو مش قد الحياة هناخد كده على جنب لا خلينا قدها